أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذا أبرز عنوانها فلاحون إسبان يعتدون على شاحنة مغربية محملة بالطماطم احتجاجاً على المنافسة قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم ولايك للفيديو والاشتراك في متاس القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد هاجم فلاحون إسبان الخميس شاحنة مغربية محملة بالطماطم كانت في طريقها إلى بريطانيا إذ قاموا باعتراض طريقها على مستوى إحدى الطرق السيارة وأفرغوها من حمولتها وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتراض الفلاحون للشاحنة في الطريق السيار الرابط بين مدينة إشبيليا وقادش رافعين شعارات تطالب حكومة بلادهم بوقف المنافسة المغربية وأكدت مصادر مهنية أن السائق لم يتعرض لأي أذى مطالبين الوزارة المعنية بتعويض صاحب الشاحنة وبالتدخل لدى السلطات الإسبانية لوقف هذه الاعتداءات ويشار إلى أن إسبانيا تشهد منذ أيام احتجاجات وتظاهرات يقودها الفلاحين والمزارعين للتنديد بالمنافسة المغربية ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا